مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي كيلي عطيهم الخالة وكيلي كي يعطيهم السيكانين السيكانين كيتح غالية شوية الخنشة فيها 25 كيلو كتح بـ 90 درهم يعني إذا بغيت تشريه بالديطايل كيتح غالية شوية كيتح 4 درهم ونص يعني كيلي كي يساعد بعلف آخر أي أن كان هاد العلف كيلي الأرانيب اللي كي يكون يالله تسولده عندك وكيتعودهم على واحد النوع من الأكل ما شي مشكلة هادك شي الطريقة الصحيحة أما الناس اللي بغوا يبدو المشروع ديالهم وداروا واحد ربعة نتوات خمسة نتوات ولا فزاف ولا مهم على حسب المشروع كيباش دياله سمو كيوقع لهم كيوقع أن الأرانيب ديالهم كي يعطيهم واحد النوع ديال الأكل وكيقول لك الأرانيب ديالي شيرتهم من السوق هم ما كيكلوش ما كيكلوش بزاف هو لا الخطأ هو هذا أن المربي يعني اللي كان عندو هادوك الأرانيب كان معودهم على واحد النوع من الأكل واحد النوع من العلف وجاء السيد اللي شراهم بغى يعطيهم نوع آخر شنو كيوقع كيوقع أنهم ما كيبغوا شي يأكلوه يعني كيوليو يعني تحط لهم الأكل قدامهم وما كيكلوش علاش لأنه مشي النوع ديال الأكل اللي كانوا كي يأكلوه إذن خاص المربي يكون دكيفة النقطة هذي خاص المربي أول ما يشري الأرانيب دياله إما كيينجوش طرق إما يسوو البائع اللي باعلو الأرانيب دياله عشنو النوع ديال الأكل لكيأطيهم أو يعني يساعد بوحد طريقة وهي أنه يشري كيلو كيلو ملحاجة أو لنس كيلو ملحاجة ويعطي الأرانيب دياله ويشوفهم واش كي يأكلوه أول ما كيأكلوش إلا شاف اللي النوع ديال الأكل مثلا كيأكلو الشعير يبقى يشري لهم الشعير لأنه إلا إعطيتهم أكل آخر هما ما غاديش يأكلوه إلا تقول بالله راهما ما مكيأكلوش راهما فاقدين الشاهية أو راهما مغشوشين ما شي مغشوشين راهما تعودوا على واحد النوع من الأكل وانت بغيت تبدلونهم إلا بغيت تبدلونهم هما ما كيعرفوش ما كيتعرفوش عليه لذا الأرنب شنو هو الأرنب الساليب في الحقيقة الأرنب الساليب هو اللي كيأكل كلش كيفاش كيأكل كلش خاصكم من الصغر تعودوا مثلا تبارك الله تذكر هذا تعودتوا من الصغر ديالي أنهو يأكل كلش يعني كنعطيه الدراء كنعطيه الفصة كنعطيه الشعير كنعطيه النخالة وأين كانت وخا تكون فاسقة ولا تكون ناشفة كيأكلها من الصغر دياله ضوقته قاع الحواج لأنه رومي ما بغيش نعطيه لحواج أعطيتهم له مني كان صغير ولكن كنت كان نعطيه يعني حالي كان نقوله الداء والدواء كان نعطيه يعني القصور ديال الخوضر كنت كان نعطيه مني كان صغير ولكن كنحافظ له عن المعداد كنت كان نشري له واحد دواء اسميته واحد السري له كنت كان نعطيه له وكان كيأكل كلشي يعني تبارك الله يعني كبر عندي هذا الدكر هذا ولقحت به إينات هانتوما لقحت به إينات وعندي خلفات الحمد لله ولكن أنه كان كيأكل كلش يعني أي حاجة كنت كان نعطيها له كان كيأكلها كان نساعد بعض الأدوية ولكن في نفس الوقت كان نعطيه كان نضوقه من جميع الأنواع ديال الأكل إذا الطريقة وهي كالتالي خاصكم أنكم ماشي تشريوا واحد النوع من الأرنب ومات انتم مو ما عارفينش أشي كيأكلو وتقاوت يعني تقولوا بالله هذاك الأرنبرا ما كيأكلش لا راه كيأكلو إنما غي هو خاصه يعني الطريقة يعني تشوفوا هو يعني الأكل والعلف اللي كان كي يتعامل معه إلا أعطيتي حاجة خرارة ممكن ما يأكلهش هذا هو الخلاصة ديال الحلقة هذي حاولوا أنكم تعاملوا بذكاء مع الأرنب ديالكم شوفوا هم ما شنو كيبغيوا وطوقوا هم شوية شوية من الحاجة بعد هد النهارز عطيهم الشعير شوفتوا ما كلهش صاف يخليه الغد ليه يعطيشي شوية ديال الضراء شوف واش ديالك الضراء كلاوه ولا مكلاوش عاوثاني الفصة عاوثاني يعني الأنواع ديال العلف اللي متواجدة عندكم يعني ضوقوهم من حاجة كل الحاجة كلنا هر أعطيهم حاجة وشوفوا الحواج اللي كلاوها وصمروا عليها كنتوا صولتوا البائع يعني شكونا هو يعني الأكل اللي كانوا كي يأكلوه صافي هاداك الشيء اللي كانوا كي يأكلوه كملو عليه وصافي إذا الحلقة ديالنا هي هادي ما تنسوناش بزير جام تقيوا على ديك البيتنا هنا تحت ديال زير جام باش مقاون سيفتون لكم فيديوهات ديما إن شاء الله كنشكركم على التعاليخ طيبة ديالكم للناس لماذا ما شاركوش معنا شاركو معنا تشتيوا لزير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا شكرا شكرا